المدينة المنورة ولا عدل قد يكون أول من وضعها يعتقد أنها نور إلى الآن وأنها تنورت بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما نتعلم عن نيته لكن خير من هذه التسمحة نقول المدينة النبوية المدينة النبوية أفضل من المدينة المنورة أحسن يعني وإن كان ليس بلازم أيضا لو قلت المدينة كفا ولذا تجد عبارات السلاف كلما ذهبين المدينة رجع من المدينة سكن المدينة ورسول يقول المدينة خير لهم ولم يقل النورة ولا النبوية لكن إذا كان لابد من وصفها فإن النبوية خير من المنورة لأن تميزها بالنبوة أخص من تميزها بالمنورة إذ أننا إذا قلنا المنورة يعني التي استنارت بالإسلام صار ذلك شاملا لكل بلد إسلامي فهو منور بالإسلام فإذا كان لابد أن تصفها بشيء فصفها بالنبوية ترجمة نانسي قنقر